أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادري بتاريخ الثالث والعشرين من ربيع الآخر لعام 1442 هجرية الموافق الثامن من ديسمبر من العام 2020 ميلادية بتعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي مادة أولى تقبل استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة مادة ثانية يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في الخامس من جماد الآخر لعام 1442 هجرية الموافق الثامن عشر من يناير من العام الميلادي 2021 وواحد وعشرين